أم المشاكل طبعاً كلكم طابعتوا بيان نادي الزمالك إنه هو قال إن أنا مش هلعب أولاً طبعاً بيان كان فيه أربع حاجات لك خليني الأول أبتدي أهم حاجة يعني إنه هو قالك مش هلعب مباراة الأهلي إلا لما المؤجلات تتلعب يقصد بها طبعاً مؤجلات الأهلي وأنا ضد أي واحد يقول وأنا معرفش في حد قال أو ما قالش إنه مش من حق الزمالك لأنه هو ما بينفس على البطولة لا 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 هذا أمر مرفوض تماماً ده كلام أجوف لأنه من حق أي نادي بيشارك إنه هو يلعب وفقاً لترتيب الأرعة اللي اتعملت وإلا الأرعة دي اتعملت ليه ما فيش حاجة بقى اسمها عشان هو ما بينفسي آه زمالك ما بينفس على البطولة آه طبعاً ما بينفس ولن يكون بطلاً للدوري هذا الموسم قولاً وحيداً ولكن ولكن من حقه إنه هو يطالب إن الجدول يمشي وفقاً للأرعة أنا بتكلم دي وجهة نظر الزمالي يعني دي وجهة نظر أنا فيما يتعلق باللي قال إنه زمالك ما بينفسي لا بيتكلم ليه ده من حق البراميز اللي هو الكلام دا لا 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 الكلام دا كله من وجهة نظر الكلام ما فيهوش الخبرة الكفاية طيب لكن زي ما قلت دي هقول حاجة تانية في الحتة دي هل الزمالك طالب بهذا الأمر مبكراً ما هو لعب مواجلات ما هو لعب مواجلات طيب ما طالبش بهذا الأمر قبل كده ليه لأنه ببساطة النتائج تراجعت وعندما تراجعت النتائج المدير الفني شاف إنه النقاط لن تكون والمركز لن يكون بقيمة نادي الزمالك فبدأ يحط كرسي في كلوب قولاً وحيداً يعني لأنه كان الطبيعي أن الدمالك يطالب بهذا الأمر مبكراً لأنه لعب مواجلات والأهل لعب مواجلات طب ليه ما طلبناش بداء قبل كده أنا وجهة نظري ليه تراجع النتائج فقط لغير ما فيش سبب آخر طبعاً كلنا شاركنا في هذه المأساة كلنا شاركنا كلنا بتكلم على إيه بتكلم على الأندية اللي هي بتكلم على الأندية المشاركة في دور الأطال والكونفيدرالية لأن أنا عملتلكم بيان معرفش حد عرضه أبلي كده أقول لها ما أعتقدش يعني الزمالك تأجله أد إيه والأهل يتأجله أد إيه وكلها مطالبات الزمالك بيطلب يأجل عشان عنده ماشي في الكونفيدرالية الأهل بيطلب كده يعني فببساطة شديدة جدا لو استعرضت لكم كده بسرعة جدا مباريات الزمالك المؤجلة قدام حضراتكم الزمالك والاتحاد مؤجلة من الجولة تماني خلي بالك بقى الماتش ده كان مقرر ليه 7 ديسمبر 2023 عارفين اتلعب امتى تاني كان مقرر ليه 7 ديسمبر 2023 اتلعب امتى بقى 11 ابريل 20-24 يعني بعد اربع شهور اتلعبت مباراة الزمالك والاتحاد فما اتكلمتش من بدري ليه خد بقى الزمالك وقهل اتأجلت الزمالك وصراميكا تأجلت الزمالك وفاركو تأجلت الزمالك والطلاقة الزمالك وبلدية المحلة الزمالك وبراميد الزمالك والمقاولين الزمالك وامبي الزمالك وزد الزمالك والتحاد سكندري اخر مباراة للزمالك في الكونفدرية كانت 19 مايو هذه مؤجلات الزمالك يعني إذن الزمالك طالب طالب بكل هذه التأجيلات إذن الزمالك مشارك في الإخلال بنظام الدوري وجدوله وترتيبه وحكايته ورويته نروح للأهل الأهل ومؤجلاته الأهل اتأجله سيراميكا في الجولة الثالثة أو الثانية من الدوري بسبب لقائي سان جورج في دولة 32 طب كان الماتش ده إمتى 28 سبتمبر هو سيراميكا 23 اتلعب في 8 نوفمبر بعد شهرين يعني بعد كده الجونة وبعد كده بلدية المحلة وبعدين زد الاتحاد الزمالك فاركو الداخلية طلعه على الجيش بيراميكا وبعدين المصري وسيراميكا بسبب لقائي مزمبي ومش عارف ايه وبعدين مقولون العرب واسموحة وزد وكل ده بسبب نهاية دوري آخر مباراة لآله في دوره وقالت لكت 25 مايو هو فيه كده هو فيه في الدنيا كده أنا عايز أنا عايز أطلع والله من التربيز اللي قدامي هو فيه في الدنيا كده كل هذه المؤجلات 14 مباراة تؤجل للزمالك و14 مباراة تؤجل للآله مش عايز أتكلم بقى على بيراميز وقتها دولي الغلابة هل بأتكلم على الأباطرة الكبار غلابة في ايه؟ غلابة في السولجان غلابة في الصوت العالي غلابة في النفوذ غلابة في التهديد كل هذه الأمور لا يملكها إلا قطباء الكرة المصري غلابة في صراحة شديدة جدا جدا يعني وبالتالي مفيش ولا في بلاد الواقواق إن 14 مباراة للآهلي تؤجل و14 مباراة للزمالك تؤجل وأنا لساني نشف هنا وقلت مليون مرة على طنطع واطف وزعلنين مني وكنت عارف إن احنا سنصل في النهاية إلى هذه النقطة السوداء في تاريخ الدوري المصري السبب بالضبط هي طنطع واطف هي السبب لأنه بتليفون بتتأجل مباراة وديتكو أمثلة وبأن أنا معايش أنا طبعا ديتكو الدوري المغربي وديتكو الدوري التونسي وديتكو الدوري الجزائري وعشان أنا بشتغل في الدوري السعودي جبتلكو الدوري السعودي بس جبتهم مع الدوريات الأخرى عشان باحتش قولك يا عم ما ستة بتاعك شوية اللي انتوا عارفينهم دول يعني وكت في خانة اللعب بوريكو سبعة مباراة وكل سبعة أربعتاشر عشرين أربعة وعشرين تلاتين أربعة وثلاتين وماتش وحيد اتأجل في الدوري السعودي بسبب لا إرادة لأحد فيه من المولى سبحانه وتعالى سيول وأمطار ورياح سيول وأمطار ورياح كان سبب تأجيل مباراة واحدة واحدة في الدوري وطبعا كان في كاس آسيا ما تلعبش عشان الجو كان في الإمارات والحكاية والرواية فتزق الماتش بتاع كاس آسيا فزق وماتش كده فقط لغير إذن الأهل مشارك في برجلة هذا الدوري والزمالك مشارك في برجلة هذا الدوري وهما الاتنين القطبين الكبيرين دولت هما اللي وصلونا إلى هذا الأمر إذن أنا في خبر معرفش أنتو عارفين ولا أنا بكرة فيه اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك ساعة 2 الدورية عشان يتخذوا القرار أنا بس حبيت أوصل لأصدقائنا في نادي الزمالك اللي بتفرجوا عليها ويشوفوني على اليوتيوب إن كلكم شاركتوا في هذا الأمر وبرضو بوصل لمجلس إدارة نادي الزمالك إن حضراتكم لعبتوا مؤجلات ووفقتوا على إن ماتشات تلاعب قبل ماتشات وماتشات بعد ماتشات وإيه وبإيه ونقي لكن لما تراجعت النتائج وإفنا الوقفة دي لا إلا أنا فهمه عايز تقف الوقفة المزبوطة من دي وان لا أنا مش لعب إلا لما كذا وكذا وكذا لكن بعدما نتائج تتراجع نقف ده ده مصح ده في رأيي ده مش صح إطلاقا أنا مش بقول ده عشان ماتش تلاعب أو متلاعبش مش قضيتي لكن قضيتي إنه كلكم مشاركين في هذا الأمر ما أعطان تعواطف وناديت من هنا بدل المرة مئة مرة لكن لا أحد يسمع على الإطلاق كل واحد بيدور على مصلحته فقط لغير وأما قال لك السفريات بتاعت أفريق بقى ست جبتلكه الأندية السعودية اللي كانت مشاركة كان بتسافر 13 ساعة و14 ساعة من 6 و7 بيروحوا اليابان وبيروحوا كوريا وبيروحوا كذا وبعدين أهل وزمالك وفيرس بيطلعهم طيارات خاصة رايحة جاية رايحة جاية لا ترانزيت ولا بنزيت ولا حاجة أبدا أبدا أنا حبيت أتكلم كلمتين دول لوجه الله إن كلكم مشاركين في هذا الأمر وعليكم إن أنتم تستقنفوا الدوري بكل مبيقاته عشان ننتهي من هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر